الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصال تليفوني مين؟ فلاديمير زلنيسكي رئيس اوكرانيا بيتصل بالرئيس عبدالفتاح السيسي ويجري معه حوار وبيشكره على موقف مصر النبيل تجاه السياح الاوكرانيين ويعني استقبالهم والحفاوة البالغة ويبقاهم في منتجعات في شرم الشيخ والسواحل المصرية والمدن السياحية المصرية ورئيس عبدالفتاح السيسي قال لزلنيسكي احنا نعى الهدوء والحوار وحل المشاكل دون حروب ده مبدأ مصري مصر دولة محترمة مصر دولة لا تعتدي مصر دولة غير معتدية مصر دولة ليست توسعية مصر دولة ليست طامعة وانما مصر طامحة في انه يكون العالم يسود السلام عندنا مشروع كبير في مصر عندنا مشروع ضخم في مصر مشروع اصلاحي عايزين نحافظ عليه كل ما نطلع خطر قدام يحصل طارق او يحصل حادث بفرملنا رغما عنا مرة كورونا ومرة الحرب الاوكرانية الروسية وتبعات هذه الجائحة وتبعات هذه الحرب ليست خافية على احد فالرئيس الاوكراني اطلع الرئيس السيسي على مجريات وتطورات الازمة بين اوكرانيا وبين روسيا وغرد زيلنسكي بعد اتصاله بالرئيس السيسي وقال يعني بنضال الشعب الاوكراني ضد العدوان الروسي وقال انه بيشكر مصر على المساعدة اللي قدمتها للاوكرانيين وكان محتفي هو بيعمل عملية مش عايز اقول علاقات عامة وانما هو كان بتكلم الكنيسة الاسرائيلي تكلم في النهاردة في القطر عندهم مؤتمر للطاقة وغيره تكلم فيه تكلم مع مصر تكلم عن تحاد اوروبي تكلم مع كل دول العالم بيشرح قضيته احنا في مصر مش عايز اقول عندنا انهياز اقليمي احنا منحازين للاقليم وعندنا حياد دولي مصر وبحق دولة بتتميز تطاعت ان تسير على حافة السيف او يعني نصر السيف لدينا انحيازات اقليمية بننحاز للدول العربية امننا القوم العربي الاقليم فمصر لديها انحيازات اقليمية ولديها حياد دولي انا في حالة حياد حقيقي دوليا انحو الى السلام وانحو الى السلم وانحو الى الحوار ودائما بنتكلم على كل مشكلة يمكن ان تحل عبر مفاوضات جد وحكيمة من خلال اطراف المتنزعة وده كان موقف مصر من القضية الاوكرانية